وهي نصيحة الحقيقة أنا حابب أن أقولها في وسط كل هذا الكلام الرائع من فضل حضراتكم ما تقرنوش النادي الأهلي بأي حد لا يجب مقارنة النادي الأهلي بأي حد كل ما كان يقال خلال الفترة السابقة نهاردة أنا الحقيقة كنت متواجد في هذا الاحتفال أو هذه الاحتفالية هتقول احتفالية أيها فندم احتفالية لشركة اتصالات مصر وأيضا للنادي الأهلي احتفالية كبيرة جدا بشراكة مؤسستين عريقتين في بلدك مؤسسة النادي الأهلي الرياضية والاجتماعية مع مؤسسة كبيرة في عالم الاتصالات أيضا هي مؤسسة اجتماعية كبيرة جدا ورياضية بالمناسبة بتعمل مع النادي الأهلي منذ سنوات طويلة جدا المؤتمر وانت قاعد جوه بتحس بالفخر بتحس ان كل حاجة حلوة موجودة كل حاجة حلوة الشركة الرعية ثم النادي الاهلي ثم رئيس النادي الاهلي ومجلس ادارته اللي كانوا قاعدين الحقيقة بمنتهى الفخر وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الاخلاق والمبادئ الكل قاعد مهما كان دوره بالمناسبة مهما كان دوره الكل قاعد تحت راية وشعار النادي الاهلي وحضرتك قاعد بيبقى لك شعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا النادي الكبير والعريق الحقيقة حاجة جميلة جدا 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 وحاجة محترمة جدا جدا